انتهينا في المحاضرات السابقة الخاصة بالوحدة الخمسة نظام تكاليف المراحل بالإطار النظري الذي تناول نظام تكاليف المراحل والآن مع أمثلة تطبيقية على هذا النظام مثال واحد بدأت المرحلة الأولى بتشغيل 10 تلاف وحدة تم منها خلال المرحلة 8 تلاف وحدة وتبقى تحت التشغيل 2000 وحدة بمستوى إتمام 80% من عنصر المواد المباشرة و60% من تكاليف التحويل طبعا تكاليف التحويل دي لها تشمل أجور مباشرة ومصرفات غير مباشرة أو تكاليف غير مباشرة فإذا علمت أن عناصر التكاليف قد بلغت 28800 مواد مباشرة 13800 تكاليف تحويل المطلوب تصوير تقرير إنتاج وتكاليف هذه المرحلة دي مرحلة مرحلة أولى الحل حل المثال الأول ده بنبدأ برسمة المرحلة هنا بقى نتعود الطالب يتعود أن في فصل المراحل أي مرحلة تجيله يبدأ يرسمها المرحلة عبارة عن سهمة دي عنوانها المرحلة الأولى أستفيد إيه من كلمة المرحلة الأولى؟ أن هنا لا يسبقها المرحلة الأولى لا يسبقها مراحل يبقى لو فيه مدخلات عندي بسما وحدات بدأ عليها التشغيل المرحلة الأولى بتبدأ بصفر في المية وتنتهي عنده مية في المية ونبدأ نسجل على خط التشغيل بالمرحلة هذا السهم نسجل عليه كل المعطيات التي تمثل وحدات ونسب أما بيانات التكاليف مش مهم نسجلها على هذا الخط عند عشر تلاف وحدة من المعطيات سمناها بدأ عليها التشغيل لأنها مرحلة أولى وكان عندي وحدات تامة تظهر عند 100% يبقى اللي بدأ عليها التشغيل تظهر عند صفر في المية التام منها يظهر عند 100% 8000 وحدة تامة وكان فيه 2000 وحدة تحت التشغيل آخر المدة دي كان معطى لها نسب تمامها 80% مواد و60% تكاليف تحويل من هذا الخط نبدأ نحدد مدخلات ومخرجات المرحلة مدخلات المرحلة اللي هي وحدات في التشغيل مخرجات المرحلة اللي هي نتائج التشغيل مدخلات ما فيش حاجة وحدات تحت تشغيل أول ما فيش لا يوجد بعد كالوحدات اللي بدأ عليها التشغيل اللي هي ديت دي بدأ عليها التشغيل المخرجات عندي اللي تم 8000 وحدة دي اللي تمت وفي 2000 اللي هي ديت 2000 تحت التشغيل آخر المدة وطبعا لازم مجموعة مدخلاتنا 10,000 هو نفس مجموعة مخرجاتنا 10,000 يبدأ دايما بداية حل التمرين أبدأ بالسهمة الرسمة وثم جدول المدخلات والمهرجات بعد ذلك ننتقل إلى التقرير نفسه تقرير إنتاج وتكاليف المرحلة الأولى وهو التقرير الشامل للتكاليف بيأخذ الشكل التالي ببدأ التقرير بمر بخمس خطوات الخطوة الأولى اسمها الإنتاج الفعلي خطوة الإنتاج الفعلي بحط فيها وحدات تامة كانت معطى 8,000 وتحت التشغيل آخر المدة كانت معطى 2000 ونجمع المقصود بالإنتاج الفعلي ده لو بصينا للبيانات ده هي المخرجات لو رجعت للصفحة السابقة تلاقي إن هم دول اللي بيظهروا في المخرجات يبقى دايما الإنتاج الفعلي عبارة عن المخرجات بتاعة المرحلة نيجي نحدد الإنتاج المتجانس الإنتاج المتجانس هنا بيحسب على مستوى كل عنصر من عناصر التكاليف تقسم خاناته حسب عناصر التكاليف كان معطى في التمرين عنصر مواد مباشرة وعنصر تكاليف تحويل يبني عندي عمودين اتنين فقط الانتاج المتجانس ده بجيب بياناته منين وحدات تمت بنزل الوحدات اللي تمت دي وابدأوا ليه التمن تلاف وحدة اللي تمت على مستوى المواد هم نفس التمن تلاف لأن كلمة تمة يعني 100% تمة يعني 100% يبقى أضر التمن تلاف في 100% تطلع التمن تلاف على مستوى عنصر تكاليف التحويل يبقى التمن تلاف برضو في 100% لأن دي اسمها في الأصل تمة يبقى برضو 8000 أنزل بعد كده وحدات تحت التجهيل آخر مدة يوم الألفين الألفين واحدة لو رجعنا للسهم اللي رسمناه كان بيقول لك الألفين دي مستوى تمامهم للمواد 80% يبقى أضرب 2000 في 80% تساوي 1600 طب الألفين تحت التجهيل آخر مدة كان مستوى تمامهم بالنسبة لتكاليف التحويل كان معطى لو بصنا للرسمة كان معطى ب60% يبقى أضرب 2000 في 60% تطلع 1200 ونجمع يبقى دي 8000 و 2000 بـ 10,000 الإنتاج المتجانس على مستوى المواد المباشرة 8600 يبقى 9600 بينما الإنتاج المتجانس على مستوى تكاليف التحويل 8000 زيادة 1200 يبقى 9200 يبقى كده الخطوة الثانية خلص الخطوة الثالثة إجمال التكاليف بنجمع التكاليف مفيش فيها حاجة الخطوة دي كان عندي مواد مباشرة معطى تكلفتها 28800 وتكاليف التحويل كان معطى تكلفتها 13800 أجمع التكاليف يبقى إجمال للتكاليف 24600 ريال لحظة الخطوة الثالثة دي أسهل خطوة بنجمع التكاليف المعطى الخطوة الرابعة متوسط تكلفة الوحدة يحسب إزاي؟ بنحسب متوسط تكلفة الوحدة لكل عنصر من عناصر التكاليف ده عنصر التكاليف الأول اللي هو المواد المباشرة ده عنصر التكاليف الثاني اللي هو التكاليف اللي هي التحويل يبقى أنا أحسب متوسط تكلفة الوحدة لكل عنصر من عناصر التكاليف بالنسبة للمواد المباشرة كانت تكلفة المواد المباشرة معطى بـ 28800 والإنتاج المتجانس على مستوى المواد المباشرة كنا حسبناه من الخطوة الثانية 9600 يبقى نقسم 28800 على 9600 يطعى متوسط تكلفة الوحدة من عنصر المواد المباشرة 3 ريال للعنصر الثاني من تكلفة تحويل تكلفة تحويل كانت تكلفة معطى بـ 13800 حنقسم 13800 على الإنتاج المتجانس اللي طالعناها من الخطوة الثانية 9200 يبقى نقسمها على 9200 يبقى 13800 تقسيم 9200 يطلع تكلفة الوحدة من تكلفة تحويل 1.5 ريال لكل وحدة يبقى كده الخطوة الرابعة انتهت الخطوة الخامسة تكلفة الانتاج التام وتحت التشغيل وما كانش فيه في التبرين تالف ما فيش تالف عايزي أحسب تكلفة الانتاج التام وتحت التشغيل عندي برضو المواد المباشرة وعندي تكلفة تحويل وأشوف الإجمال بتاعه أبدأ أول حاجة عندي تكلفة الوحدات التامة الوحدات التامة اللي كانت تمت هنا عايزين نحسب تكلفتها تكلفة الوحدات اللي تمت طيب الوحدات اللي تمت كانت نبص جده في الانتاج المتجانس كانت 8000 على مستوى المواد قدت 8000 وتكلفة الوحدة لسه حسبينها ثلاثة يبقى 8000 في ثلاثة 24000 بالنسبة لتكلفة التحويل برضو كانت الوحدات التامة 8000 وتكلفة الوحدة على مستوى التحويل واحد ونص يبقى 8000 في واحد ونص تطلع 12000 يبقى نجمع 24000 زائد الـ 12000 يطلع المجموع 36000 بالنسبة لتكلفة تحت التشغيل نشوف تكلفة تحت التشغيل ده نحسب تكلفتها تحت التشغيل الاخر المدة على مستوى المواد كنا حسبناها في الانتاج المتجانس في الخطوة الثانية 1600 هنضربها فيه تكلفة الوحدة للمواد كنا حسبناها بتلاتة تطلع 4800 تكلفة الوحدات تحت التشغيل الاخر المدة المتجانسة منها في الانتاج المتجانس كنا حسبناها 1200 فيه تكلفة الوحدة بالنسبة لتكلفة تحويل واحد ونص تطلع 1800 ونجمع 4800 زاد 1800 يبقى المجموع 6600 ونجمع هلاقي مجموع المواد عمود المواد في الخطوة الخمسة 28800 هو نفس الرقم اللي كان معطى في التمرين مجموع تكاليف التحويل 13800 هو نفس الرقم التحويل تكاليف التحويل اللي كانت معطى في رأس التمرين والإجمال النهائي 42600 نلاحظ من التقرير الشامل للتكاليف ان الخطوة رقم اربعة اللي هي متوسط تكلفة الوحدة جت منين لو لاحظنا كده من اسمة يعني لو سمينا دي الخطوة رقم واحد ودي الخطوة رقم اتنين ودي الخطوة رقم تلاتة ودي الخطوة رقم اربعة ودي الخطوة رقم خمسة الخطوة رقم اربعة جت من اسمة تلاتة على اتنين بمعنى اننا اسمت مال التكاليف اللي هو في الخطوة التالتة على انتاج المتجانس مجموعة الانتاج المتجانس اللي كانت في الخطوة اتنين طب الخطوة الخمسة دي جت منين جت من ضرب اتنين فاربعة ضربنا الانتاج المتجانس اللي هو في الخطوة التانية ضربناه في متوسط تكلفة الوحدة اللي احنا طلعناه من الخطوة الرابعة